هدا الفيديو هادلكون كيف ترجعوا عن نسخة الاديمة من ال السناب شات إن كنت على الآيو اس أو كنت عناندرويد بروابط مباشرة في티كون هو الدول탄 و بدون مواجهةً منتج فيصل ضد الك anschبو مشروع السناب شات السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و معكم عبد الرحمن لأن فيلك films هادلكون كيف ترجعبون عن نسخة الاديمة للسناب شات إن كنت على جهاز الأندرويد أو جهاز الايفون مثل ما بتعرفوا بعد التحديث الأخير للسناب شات في كثير كثير أشخاص استاؤوا منه وإذا بتروح التقييمات تبعه ممكن انت على الابو ستور أو على جوجل بلاي هتنزل لتحت هتلاقي انه التقييم صار فيه أبدا يعني في كثير أشخاص حطوا نجمتين ونجمة يعني في كثير أشخاص استاؤوا منه بشكل كبير لهيك بهذا الفيديو هدل لكم كيف بترجعوا عن النسخة الأديمة لهيك تابعونا بالتفصيل أول شي هنبدأ على الاندرويد كلمة عليك أول شي انك تفتح هذا الرابط ستطلع لك رابط مضاشر فورا وكلمة عليك انك تحمل أحد النسخ الأديمة إن كان 10.24 أو إذا بدك 10.19 تنزل بتدور تكون فيها تلاقي عليها تضغط عليها تلاقي انه فتحت معك صفحة ثانية تنتظر قليلا تلاقي انه بدأ عندك التحميل تنتظر قليلا لحظة تخلص التحميل وبعد كلمة عليك تضغط عليها وتضغط سبيت بس إذا كنت انت محمل نسخة الاسناب شات الأديمة كلمة عليك انك تروح وتحزفها قبل ما تكمل هاي الخطوة الآن من نجي من انتقل على الايفون كيف بدك ترجعه للنسخة القديمة كلمة عليك انك تحزف النسخة اللي عندك بالأصل وبعدين بالنسبة للآيو اس ما فيك تقريبه انك ترجع من دون ما الكمبيوتر بس هلأ بهذه الطريقة ممكن تنزل الاسناب بلس في ميزات قريبة مثل ومثل الميزات الرئيسي كلمة عليك انك تروح وتحمل برنامج اسمه ويك بوكس تضغط داونلود بتطلق كمان رابط مباشر بتحط سماح بعدين بتحط تسبيت هون وبتحط كل ما تصير تبع جهازك وبتحط تسبيت وبتحط تم وبعدين بترجع على الشاشة الرئيسية بتلاقي انه نزل عندك بشكل رسمي هذا المتجر كل ما عليك انك تفتحه وبعدين تتجاوز الاعلانات اللي بتلاقيها بتروح على أبس وبتنزل لتحت بتلاقي على تويكت أبس كمان بتنزل لتحت بتدور على السناب بلس اللي بدك ياء ممكن انت تحمل سناب عثمان او ممكن تحمل في اكتر من نسخة من السناب شات بس النسخة العادية او اللي بتشبه كتير الرسمية هي النسخة سناب شات بلس بلس كل ما عليك تضغط عليها وتحط انستول ومثل المشايفين هي نسخة الاصدار 10.19 بينما النسخة الحديثة اللي هلأ كل العالم منزعجة منها اللي هي 10.25 فعليك كل ما عليك انك تضغط انستول وبعدين بتلاقيها انه نزلت عندك وبتفعلها بشكل رسمي مثل اي نسخة سناب شات بهيك تكون انتهى الفيديو تبعنا لا تنسى اذا عجبك وضبطت معك الطريقة تعمل لايك وتعمل اشتراك للقناة وتشارك للفيديو ليوصل لأكتبر عدد ممكن من الاشخاص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته